مشاهدين الكرام أهلا بكم إلى عدد جديد ومتجدد من حديث الصحافة وأبرز ما تضمنتها الصحف من أخبار وطنية ودولية نستهلها بالجرائد الوطنية ومن جريدة المساء التي عنونت محادثات جد ثرية مع الرئيس تبون واتفاق على تكثيف علاقات التعاون حيث استقبل رئيس الجمهورية السيد أبل مجيد تبون أمس رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي بالجزائر السيد توماس إيكارت حسب ما أفاد به بيان لرئاسته الجمهورية وأكد رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي بالجزائر توماس إيكارت في تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية على أهمية تكثيف علاقات التعاون بين الجانبين الجزائر والاتحاد الأوروبي مع ضرورة بحث سبول إضافية لمشاريع جديدة في كافة المجالات وقال إيكارت يضيف المقال أن المحادثات مع الرئيس تبون كانت جد ثارية وتناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجزائر والاتحاد الأوروبي مبرزا أن الأجندة الجزائرية الأوروبية تطرح الكثير من الفرص لبلوغ علاقات معمقة أكثر في المستقبل إلى جريدة أخبار اليوم التي عنوانت الجزائر تستنفر مجلس الأمن حيث دعت الجزائر أمس ثلاثة إلى الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الأممي بعد غد الجمعة بشأن مخاطر التهجير القصري لسكان غزة وهي الخطوة الدبلوماسية الأولى للجزائر بعد استلام عهدتها كعضو غير دائم في هذه الهيئة الدولية الهمة وفي أولى تحركات الجزائر في مجلس الأمن دعت بلادنا إلى جلسة مفتوحة لمناقشة خطورة التهجير القصري للفلسطينيين وخاصة سكان غزة وما يترتب عنه من أثار سلبية على القضية الفلسطينية العادلة وجاء هذا التحرك ليجدد تأكيد الجزائر أن القضية الفلسطينية قضية مركزية بالنسبة للجزائر إلى جريدة المشوار السياسية التي عنونت في مقال يتعلق بالصحة وزارة الصحة تحذر من مضاعفات الإنفلونزا الموسمية وأوضح البيان أنه بسبب الانخفاض المحسوس لدرجات الحرارة وللوقاية من مضاعفات الإصابة بالإنفلونزا الموسمية تذكر وزارة الصحة بأهم الإرشادات والإحتياطات الواجب اتخاذها مشيرا إلى أنها تعتبر من الأمراض الشائعة التي قد تصيب العديد من الأشخاص وتختلف شدتها من شخص لآخر خاصة الأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة وكبار السن مما قد يسبب لهم مضاعفات خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة يقول المقال وفي ذات السياق أكدت الوزارة أن التلقيح يعتبر الطريقة الأكثر فعالية ونجاعة لحماية الأشخاص دعية الفئات الأكثر عرضة لخطر المضاعفات الصحية إلى التلقيح خاصة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 سنة أو أكثر إلى جريدة أفريكا نيوز التي عنونت في مقال آخر مشاريع تندوف التنموية ستستحدث 30 ألف منصب عمل جديد دحو الجزائر ستصبح من الأوائل في العالم في تصدير الحديد بعد أستراليا حيث كشف والي ولاية تندوف مصطفى دحو أمس ثلاثة عن استحداث 30 ألف منصب عمل جديد في تندوف بموجب المشاريع التنموية المسطرة ضمن البرنامج التكملي الذي أضيف إلى برنامج التنمية الذي استفادت منه تندوف غداة زيارة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للولاية في نوفمبر الماضي وأوضح دحو أن المشاريع التنموية ستفتح وفاق التشغيل بالمنطقة عبر خلق 5000 منصب عمل دائم إضافة إلى 25 ألف منصب غير دائم علاوة على ما ستسهم به هذه المشاريع في دفع عجلة التنمية بالولاية مع توسيع منطقة التبادل الحر باتجاه الدول المجاورة إلى المواقع الإلكترونية الوطنية والبداية بموقع النهار أونلاين الذي عنون مشروع قانون الحد من أخطار الكوارث بمجلس الأمة حيث عرض الأمس ثلاثاء إبراهيم مراد وزير الداخلية والجماعات المحلية واتهي العمرانية مشروع القانون المتعلق بقواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث بمجلس الأمة وقد تم عرض مشروع القانون أمام لجنة شؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي بمجلس الأمة وإن بثق هذا القانون يقول المقال عن الالتزام الثالث والثلاثين لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي ركز فيه على العمل على ضمان إطار معيشي نوعي يتطلب التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وحماية الثروات التي تسخر بها بلادنا عنوان آخر على موقع النهار أونلاين نقرأ فيه استيرات 75 ألف طن من اللحوم الحمراء تحسبا لشهر رمضان حيث أكدت الحكومة على أهمية توفير اللحوم الحمراء في السوق الوطنية تحسبا للشهر الفضيل من خلال اللجوء إلى عمليات الاستيراد بكميات المضاعفة من أجل المحافظة على استقرار الأسعار بما يتماشى والقدرة الشرائية للمواطن وعلمة النهار أونلاين يقول المقال من مصادرها الخاصة بأن وزير الفلحة والتنمية الريفية يوسف شرفة وخلال اجتماع ترأس أشغاله نهاية الأسبوع المنصر حضره مختلف طرات القطاع بمقر الوزارة كشف عن الاستعداد التام لاستيراد كميته 75 ألف طن من اللحوم الحمراء من الخارج تدريجيا من أجل ضمان وفرة المنتوج بأسعار مناسبة يقول المقال إلى موقع لاباتري نيوز الذي عنوان بوغالي يشارك في الاجتماع الطارئ للجنة فلسطين بطهران حيث يشارك رئيس المجلس الشعبية الوطنية رئيس اتحاد مجلس الدول الأعظام في منظمة التعاون الإسلامي إبراهيم بوغالي في الاجتماع الطارئ للجنة فلسطين الدائمة التابعة للاتحاد المقرر اليوم الأربعة بالعاصمة الإيرانية طهران حسب ما أورده أمس بيان للمجلس وأوضح المصدر ذاته أن هذا الاجتماع تقرر بعد التشاور بين بوغالي بصفته الرئيس الدوري للاتحاد مع رئيس مجلس الشورى الإيراني وذلك للنظر في كيفية بلورة رد فعل من قبل هذه الهيئة البرلمانية على المستويات الخطيرة التي بلغها العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني لا سيما في قطاع غزة وظيفة الغربية إلى موقع الشعب أونلاين الذي عنوان في مقال آخر ترقية موظفية المؤسسات والإدارات العمومية كيف ومتى حيث يقول هذا المقال حددت الحكومة كيفية تجسيد تدابير رفع التجميد عن ترقية الموظفين في المؤسسات الإدارية العمومية والتي تتم على أساس الترقية الإختيارية والترقية على أساس الامتحان المهني وكشف المصدر ذاته أن أحكام التعليم تخص موظفي كل المؤسسات والإدارات العمومية لكل القطاعات باستثناء موظفي قطاعات التربية الوطنية الصحة التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني باعتبارهم لم يكونوا معنيين بقرار التجميد ويستفيد من تطبيق أحكام التعليمة السالفة الذكر يضيف هذا المقال الموظفون الذين يستوفوا عند تاريخ الواحد وثلاثين من شهر ديسمبر الفين واثنين وعشرين الشروط القانونية للترقية عن طريق الامتحان المهني أو على أساس الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل المنصوص عليها في القانون الأساسي الذي يحكم رتبة الترقية كما جاء في هذا المقال موقع الخبر في الشأن الرياضي عنوان المنتخب الوطني يضرب بورندي برباعية حيث وجه المنتخب الوطني أمس ثلاثا نظيره البورندي بالعاصمة الطغولية لومي في آخر اختبار ودي قبل بداية كأس الأمم الإفريقية ولم يتمكن الجمهور الجزائري من متابعة أطوار المقابلة التي أجريت دون حضور جماهري ولا إعلامي وذلك بطلب من الناخب الوطني جمال بالماضي ووفق منقلة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم على صفحتها في الفيسبوك افتتح بغداد بنجاح باب التسجيل للمنتخب الوطني ثم أضاف القائد رياض محرز الثاني في الدقيقة التاسعة وثلاثين وهدفين آخرين للمنتخب الوطني عن طريق سليماني في الدقيقة السابعة وثمانين وعمورة في الدقيقة الثالثة والتسعين وبهذه النتيجة يختم المنتخب الوطني تربص لومي الذي يستمر عشرة أيام ليشد زملاء القائد محرز الرحال اليوم الأربعاء نحو مدينة بواكي الإفوارية قبل الدخول في المنافسة الاثنين القادم بمواجهة أنغولا دوليا وإلى المواقع الإلكترونية دولية والبداية بموقع الجزيرة الذي عنون في العدوان المتواصل على قطاع غزة المقاومة تكبد الاحتلال خسائر فادحة وبلينكن يعلن إرسال بعثة أممية حيث بلغ العدوان الإسرائيلي يومه السادس والتسعين على قطاع غزة وتزامن ذلك مع إعلان الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة تدمير 42 آلية عسكرية للاحتلال الإسرائيلي كليا أو جزئيا والإجهاز على 22 جنديا خلال الأسبوع الماضي في حين أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 11 ضابطا وجنديا خلال الساعات الماضية من جانبه أعلن وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكن في ختام مباحثاته في تل أبيب الاتفاق مع الكيان الصهيوني على إرسال بعثة أممية إلى شمال غزة لتقييم الأوضاع بشأن عودة السكان وقال أن واشنطن تريد أن تنهي الحرب في أقرب وقت ممكن حسب ما جاء في هذا المقال إلى موقع الميدين الذي عنونا بأمر من حكومة طوارئ جيش الاحتلال الصهيوني يسحب ألاف الجنود من شمال قطاع غزة حيث أكمل جيش الاحتلال الإسرائيلي سحب الألاف من قوته في قطاع غزة وذلك في إطار انسحاب كبير للقوات الاحتلال الإسرائيلية من شمال قطاع غزة بأمر من المستوى السياسي والطوارئ وفق ما أفاد به الإعلام العبري وتخوض المقاومة الفلسطينية في غزة اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المتوغلة في أكثر من محور في القطاع وفي إثر ذلك ارتفعت حصيلة الجنود القتلة في المعارك البرية إلى 180 جنديا منذ بداية التوغل واعترف جيش الاحتلال في وقت سابق أن تسعة ضباط وجنود قتلوا في المواجهات مع المقاومة الفلسطينية في وسط وجنوب القطاع أيضا يقول المقال إلى موقع العربية الذي عنونا خطر لم يكن بالحسبان ماذا فعلت حرب غزة بالمناخ يقول المقال يبدو أن العدوان الصهيوني على قطاع غزة لم تخلف أكثر من 23 ألف ضحية وألاف اليتامة والمشردين ودمار هائل لم يعرف له مثيل فحسب يقول المقال بل لها إنعكسات أخرى أيضا فقد كشفت دراسة جديدة أن الإنبعاثات الناجمة عن حرب الصهيوني على غزة لها تأثير هائل على المناخ وفق صحيفة الجارديان وأوضحت أن الأشهر الأولى من الحرب خلفت كميات من الغزات المسببة للاحتباس الحراري أكثر مما تنتجه وعيشون دولة معرضة لخطر التغير المناخي خلال عام واحد كما لفتت إلى أن الإنبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري التي نتجت عن الشهرين الأولين من الحرب في غزة كانت أكبر من البصمة الكربونية السنوية لأكثر من عشرين دولة وختاما من موقع الأندبندنت العربية الذي عنونا ترامب يحذر من فوضى تعم أمريكا حال استمرار ملاحقته قضائيا حيث حذر دونالد ترامب أمس ثلاثا من استمرار الملاحقات بحقه بوصفه رئيسا سابقا يقول المقال والمرشح الجمهوري الأوفر حظا للانتخابات الرئاسية وقد يؤدي إلى فوضى في الولايات المتحدة وصرح ترامب للصحفيين أعتقد أنه من الظلم بمكان أن يلاحق معارض سياسي من جانب وزارة العدل التابعة للرئيس جو بايدن الديمقراطي وإذ أشار إلى الاستطلاعات التي لا تصب في مصلحتي الأخير كمرشح للانتخابات الرئاسية وأكد أن الملاحقات بحقه سياسية مضيفا ستعم البلاد الفوضى إنها سابقة سيئة جدا يقول ترامب حسب ما جاء في هذا المقال وبهذا الخبر مشاهدنا الكرام نصل وإياكم إلى ختام جولتنا عبر الصحف لنهاري اليوم شكرا على طيب المتابعة السلام عليكم اشتركوا في القناة